موسيقى لماذا اختار المسيح كفر نحوم؟ عدة أسباب السبب الأول والرئيسي إنه مدينته شعبه في الناصرة رفضوه في لوقى الإصحاح الرابع قال يسوع الحق أقول لكم ليس نبي مقبولا في وطنه والأغرب من هذا أرادوا أن يطرحوه من حافة الجبل فترك الناصرة وأجى سكن في كفر نحوم ومكتوب أيضا في إنجيل مرقص الإصحاح السادس تعجب من عدم إيمانهم يعني يسوع اللي صنع معجزات كثيرة لم يقدر أن يصنع معجزات كثيرة في الناصرة مش لأنه غير قادر لعدم إيمانهم السبب الثاني وكمان سبب مهم إنه هيرودوس أنتيباس قتل يحنى المعمدان وكان طبعا يحنى المعمدان مشهور جدا وشيء طبيعي من التارجت من اللي لازم يكون الشخصية لبعد يحنى ممكن يتخلص منها هيرودوس كان يسوع المسيح مكتوب فترك أو ترك الناصرة وسكن في كفر نحوم فطبعا بالنسبة لهيرودوس أنتيباس كان ممكن يجعل المسيح هدف بالنسبة للمسيح كفر نحوم سهل جدا إنه يتحرك فهي منطقة حدودية قريبة من ولاية أو مقاطعة فليبوس اللي كانت منطقة نسبيا هادئة وكانت أيضا مختلطة بثقافات كثيرة وكانت تسمى جليل الأمم ومن الجهة الشرقية كانت ديكابوليس المدن الرومانية العشر فبالنسبة له المسيح كان سهل إنه يتحرك حتى يتحاشى تهديد أنتيباس ضده السبب الثالث هو سبب مهم جدا تتميم نبوة إشعياء النبي في الإصحاح التاسع الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور واحدة من أسماء المسيح أنه نور العالم أنه النور الحقيقي نور للأمم بحسب نبوة إشعياء 42 و49 أيضا إنه المسيح نور للأمم إشعياء تنبأ عن الأصباط الشمالية وبيذكر صبتين صبت زبلون وصبت نفتالي وهي الأصباط الشمالية أصباط إسرائيل العشر هي التي أخذت أولا إلى السبيل آشوري سنة 722 قبل الميلاد وأحضروا الشعوب أخرى سكنوا في هذه المنطقة فالنبي إشعياء بيتنبأ عن مجيء المسيح إنه هذه الأصباط زبلون اللي هي عند البحر وبتوصل لمدينة الناصرة نفتال اللي هي في هذه المنطقة وبيداخلوا في بعض أشرق عليهم نور هذه الأصباط اللي شافت السبي والدمار والحرب والخراب والهلاك هي هاي الأصباط الأولى اللي رح تشوف نور المسيح وفعلا هذا النور ابتدأ عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فالمنطقة في الناصرة شافت هذه البشارة وأعظم زيارة افتقاد الله للبشرية بمجيء يسوع المسيح وأيضا تتكلم عن خدمة يسوع المسيح في كفر نحوم في الإصحاح الرابع بقول أنه جاء وسكن كفر نحوم لتتميم النبوة أنه طريق البحر جليل الأمم الشعب والسالك في الظلمة أبصر نور عظيم هذه الأصباط شافت نور المسيح من خلال الخدمة من خلال التعليم من خلال المعجزات من خلال مسرح الأحداث لأنه المسيح سكن في هذه المنطقة على الأقل سنة ونصفة كانت تتميمة لنبوة وطبعا سبب آخر أنه كفر نحوم تعتبر موقع استراتيجي هام فالمنطقة هي منطقة حدودية الطريق الرئيسي القديم بين مصر قديما وبين العراق بتكمل إلى شمال إلى سوريا وطبعا السفر والتجارة وكل الأمور والكتائب الرومنية كانوا بمروا من هذه المنطقة عدا عن هذا المجمع الضخم الكبير اللي كانوا ممكن بعض يوقف حتى يصلي في هذا المكان فكان موقع استراتيجي مهم كفر نحوم كانت تعتبر أكبر المدن حول بحيرة طبرية فيها ميناء واسع منطقة حدودية وشيء آخر إنه كفر نحوم كانت متعددة الثقافات فيها شعوب أخرى لأنه من أيام السبيل الأشوري جابوا شعوب واختلطوا مشان هيك بيسميه جليل الأمم حتى اللهجة الجليلية كانت بتختلف عن اللهجة النقية من أورشالين جاء المسيح وسكن في كفر نحوم كان عايش في بيت بطرس وأصبحت كفر نحوم مركز إرسالية المسيح اختارها المسيح شعبها كانوا من بسطاء الأرض كانوا فلاحين لأنه كانت تشتهر بالزراعة وأيضا كانوا من صياضي السمك وبالواقع إنه اختار مثل بطرس وأندراوس ويحنى ويعقوب كانوا صياضين السمك دعاهم وصاروا رسل المسيح هذه المنطقة في الألف والثمانمية وبالثمانينات اشتروها الفرنسيسكان من الأطراق وبنوا صور حول كل المنطقة وبعد فترة ابتدأوا بالحفريات اكتشفوا هذا المجمع واكتشفوا بيت بطرس وحفريات واكتشافات أخرى في هذا المكان